اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كان كبار الدولة وعلى رأسهم الملك بيفتخروا فيه لانه كان النادي الاكبر في مصر وتم تنظيم يوم رياضي في النادي الاهلي حضروا الملك فؤاد وملك ايطاليا وتكلمنا عن اصدار الاهلي في نوفمبر سنة 1933 لأول مجلة يصدرها نادي في تاريخ الاندية المصرية وازاي كان الاهلي دايما الرائط في الصحافة الرياضية للاندية وكمان اتكلمنا عن دخول كرة السلة والكرة الطائرة للنادي الاهلي ونشاط لعبة الملاكمة في النادي واحتراف ابن الاهلي علي صادق في فرنسا عشان يكون اول ملاكم مصري يدخل عالم ملاكمة المحترفين واتكلمنا عن قرار الجامعية العمومية باعتبار حضرات انجال راتب باشا اعضاء بالنادي مدى الحياة نظرا لما قدمته هذه العائلة الكريمة للنادي الاهلي واتكلمنا عن الدور الكبير للنادي الاهلي في انهاء سيطرة الاجانب على الرياضة المصرية اللي تم بتمصير اللجنة الولمبية المصرية في الاجتماع الانعقد في النادي الاهلي يوم 11 مايو 1934 واخيرا اتكلمنا عن تأسيس النادي الاهلي سنة 1934 لأول معهد رياضي يتم في تدريس الالعاب المختلفة وكمان لوايح تحكيم الالعاب عشان تتحول الرياضة للعبة يتم ممارستها باستخدام العلم بدأ معهد الالعاب الرياضية نشاطه واستقبل الدرسين في العام الاول لدراسة التربية البدنية والالعاب الرياضية وقوانين التحكيم في كل الالعاب المعهد استمر تقريبا لمنتصف الاربعينيات وفي الوقت ده الدولة قررت انشاء قسم للتربية البدنية في كليات التربية مع الاقسام التانية اللي هي اللغة العربية والرياضيات والتاريخ والجغرافيا والفيزياء والكيميا وغيرها وغيرها وبعد كده قسم التربية البدنية اتطور وانفصل وتم انشاء معهد للتربية الرياضية اللي تحول بعد كده واصبح كلية التربية الرياضية بالشكل ده نقدر نقول ان الخطوة والفكرة الرائدة اللي قام بيها النادي الاهلي كانت السبب الرئيس في تفكير وزارة المعارف وقتها في انشاء قسم للرياضة البدنية ونروح لسنة 1935 سنة شهدت تحول كبير في علاقة المرأة المصرية بالنادي الاهلي تحول على مستوى نوع عضوية المرأة بالنوادي المصرية تحول كان الاول من نوعه في تاريخ الرياضة في مصر وزي ما قلنا قبل كده كان دخول المرأة المصرية للنوادي لممارسة الرياضة كان حلم من احلام عمر بيك لطفي صاحب فكرة تأسيس النادي الاهلي حلم عمر بيك لطفي بدأ بفكرة عرضها في جلسة 13 ديسمبر 1907 بتعيين يوم في الاسبوع او يومين لدخول السيدات ليس الا يعني السيدات بس اللي يدخلوا النادي لممارسة الرياضة ايامها اللجنة العليا للنادي الاهلي قررت تأجيل النظر في الاقتراح لان ظروف المجتمع في الوقت ده ما كانتش تسمح وفي سنة 1913 يعني بعدها بست سنين قررت اللجنة العليا في جلسة 14 فبراير 1913 تنظيم حفلة للرجال في يوم وللسيدات في اليوم التالي وده كان اول اقتراح لدخول المرأة المصرية للنادي وفي الجلسة اللي بعدها يوم 21 فبراير سنة 1913 قررت اللجنة العليا ان تقام الحفلة يوم 21 مارس 1913 بدلا من 16 مارس وضم الحفلة اللي كان تقرر اقامتها للسيدات الى هذه الحفلة واجعلها حفلة واحدة مع تخصيص مكان للسيدات وباب خصوصي يدخلوا منهم وكان ده اول دخول للمرأة المصرية لاي نادي في تاريخ مصر ومن سنة 1913 والحد سنة 1922 يعني المدة 9 سنين المرأة المصرية كانت بتدخل النادي تتفرج وبس على الحفلات سواء كانت رياضية او فنية وفي الوقت ده كانت رياضة السيدات مقصورة على الاجانب طب يعني المرأة المصرية ملهاش نفس اتمارس الرياضة السبب الرئيسي في التغيير الاجتماعي ده كان ثورة 19 اللي غيرت من مفاهيم المجتمع ناحية المرأة المصرية لانها خرجت سنة 19 لأول مرة في تاريخها في المظاهرات الوطنية كشريك اصيل في المجتمع واصبح السؤال اللي بيدور في اذهان الجميع لماذا لا تمارس المرأة المصرية الرياضة مثل المرأة الاوروبية فقررت اللجنة التنفيذية في سنة 1923 ان يتم تخصيص صباح يومي الاثنين والاربعاء من كل اسبوع لدخول المرأة النادي من اجل ممارسة الرياضة ولا يصرح للرجال بالدخول في هذين اليومين الا بعد الثانيات عشرة ظهرا وتم اعداد غرف التجهير ملابس للسيدات اتكلفت 8 جنيه وبالشكل ده اتحقق حلم عمر بيكلوت وبدأت المرأة ممارسة الرياضة ليصبح الاهلي رائد الرياضة النسائية في مصر رياضة قدمت لمصر العديد والعديد من النمازج النسائية المضيئة على المستويين المحلي والدول النادي الاهلي ما اكتفاش بتحقيق حلم عمر لطفي بممارسة المرأة للرياضة وقبولها في النادي كعضو رياضي بس تمارس الرياضة والمسابقات المختلفة لا الاهلي قرر ان المرأة تكون عضو في الاهلي ودي كانت اول مرة يقرر نادي ان تكون المرأة المصرية عضوا به البداية كانت اكتراح من عضو النادي الطبيب عبد السلام الحمامسي طبعا ده جير الحكم والمعلق الرياضي الله يرحمه اتقدم عبد السلام الحمامسي باقتراحه لإقدارة النادي اقتراح بان السيدات والانسات يبقوا اعضاء في النادي وليهم اشتراك سنوي وفعلا تم طرح الاقتراح على اللجنة العليا للنادي في اجتمح يوم 19 نوفمبر 1935 وقررت اللجنة العليا برئاسة جعفر ولي باشا تكليف اللجنة التنفيذية النظر في مسألة اشتراك السيدات والانسات المصريات في عضوية النادي والبحث في هذا الموضوع وتقديم تقرير للجنة العليا بالجلسة القادمة واللجنة التنفيذية اجتمعت وبحثت وقدمت تقريرها اللي اتعرض على اجتماع الجامعية العمومية اللي انعقدت فيه 13 ديسمبر 1935 وجيف محضر الجامعية ذكر حضرة سكرتير النادي انه سبق ان تحول على اللجنة التنفيذية اقتراح اشتراك الانسات والسيدات المصريات في عضوية النادي وتلأ حضرته محضر تقرير اللجنة التنفيذية المؤرخ 26 11 1935 الذي به نتيجة بحث هذا الموضوع وتتلخص في قبول الانسات والسيدات المصريات كأعضاء منتسبات في النادي اذا كنا حاصلات على شهادات عليا وبعد البحث في هذا الموضوع وافقت الجمعية العمومية على ذلك على ان يشمل هذا التصريح طالبات المدارس العليا ايضا الخطوة دي كانت الخطوة قبل الاخيرة في طريق المساوال كاملة للمرأة مع الرجل في الانديا المصري خطوة كانت مهمة قبل الخطوة الاخيرة اللي حتبقى فيها المرأة عضوة عامل لها كافة الحقوق زي الرجل بالضبط خطوة سبق بها الاهلي كل الانديا المصرية الخطوة دي حنعرفها في حلقات قادمة رغم انشاء بطولات ومسابقات رياضية على مستوى اكبر بعد تأسيس اتحادات مصرية في كل الالعاب في العشرينيات الا ان النادي الاهلي استمر في تأديد دوره مع الطلبة وفضل ينظم مسابقات كاس احمد حشمة باشا لكرة القدم وكاس عزيز عزة باشا للالعاب الاخرى وكمان اضاف لها بطولات تانية من اجل استمرار نشاط الطلبة في ممارسة الرياضة وعشان نعرف قوة البطولات دي وازاي كان تأثيرها كبير في الرياضة المصرية وفي الاوساط الشعبية نقدر نقول ان الصحف كانت بتهتم جدا بمتابعة نتائجه جريدة الاهرام مثلا كانت بتنشر دايما تغطية للبطولات اللي بينظمها النادي الاهلي كانت تغطية مكسفة وصلت لان الاهرام تنشر التغطية في صفحتها الاولى يوم واحد مارس الف تسعمية خمسة وتلاتين زي ما انتم شايفين على الشاشة جرت بعد ظهر امس في ملعب النادي الاهلي بالجزيرة المباراة النهائية بين كليات الجامعة والمدارس العليا لنيل كأس عزيز عزة باش والصور تمثل حضرة صاحب السمو الامير محمد عبد المنعم يوزع الجوائز على الفائزين شايفين تأثير مسابقات الاهلي للطلبة كان قد ايه ضر رياضي وطني غير مسبوق وزي ما قلنا لكم قبل كده كانت لعبة التنس من الالعاب الاكثر ممارسة في مصر في النصف الاول من القرن العشرين التنس تحديدا كانت من اوائل اللعبات اللي تلعبت على مستوى المنافسة يعني اتعمل لها مسابقات سنة 1935 استضاف الاهلي بطل العالم في التنس الفرنسي هنري كوشي عشان يلعب مباريات استعرضية مع لعاب الاهلي هنري كوشي كان لعب مشهور فاز ببطلات الجراند سلام في التنس زي بطولة امريكا المفتوحة وبطولة وامبلدون وبطولة رولانج روس ونشرت الصحف اخبار مباريات هنري كوشي بمقر الاهلي في الجزيرة وصفتها بالحفلة الفريدة التي ينظر ان يوجود بها المستقبل النادي الاهلي بعد زيارة هنري كوشي وصداها الطيب عند الاعضاء جمهور التنس قرر تكرار زيارات ابطال العالم في التنس للاهلي زي ما هنعرف في حلقات قادمة سنة 1935 برضو شهد التوديع الاهلي لواحد من لاعبيه الدوليين في كرة القدم عزيز فاهمي عزيز فاهمي كان حرس مرمى فريق الكرة بالاهلي وحرس مرمى منتخب مصر وكان في تشكيلة منتخب مصر في كاس العالم سنة 1934 وفي دورة برلين الأولمبية سنة 1936 عزيز فاهمي كان عايز يكمل دراسته التجارية في فرنسا ادارة الاهلي قررت عمل حفل وداع يليق بعزيز فاهمي مين بقى عزيز فاهمي عزيز فاهمي واحد من ثلاث أشقاء لعبوا مع بعضه وفي نفس التوقيت في ثلاثينيات القرن الماضي لفريق كرة القدم الأول بالاهلي في ظاهرة ما حصلتش في تاريخ الكرة المصرية إلا مرات محدودة وفي الأهلي حصلت مرة واحدة لما لعب صالح سليم وعبدالوهاب سليم وطرق سليم مع بعض للنادي الأهلي في الخمسينيات والثلاثة محمد وعزيز ومراد لعبوا تنس على مستوى المسابقات في الأهلي في عشرينيات القرن الماضي جدهم الأميرة لاي حسين فاهمي قائد الباخرة المحروصة وكانت أول باخرة تدخل قناة السويس عند افتتاحها سنة 1869 وولدهم محمود حسين سكرتير الحزب الوطني اللي أسسه الزعيم مصطفى كامل كلنا طبعا عارفين مراد فاهمي اللي بقى بعد كده سكرتير النادي يعني مدير النادي وبقى عضو بمجلس إدارة الأهلي وكان أول سكرتير للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ويبقى والد مصطفى مراد فاهمي وعزيز فاهمي ما كانش أول لعب يحترف من أبناء الأهلي على سبيل المثال أول لعب يحترف من الأهلي كان حسين حجازي لما سافر يدرس في إنجلترا ولعب لفريق الجامعة وبعض الأندية وبعدها رجع الأهلي واتنقل بقى بين الأهلي والسكة الحديد والقاهرة والمختلط وسنة 1932 رجع للأهلي ولعب مباراة قليلة قبل اعتزاله وكان متواجد في أي احتفالية زي مباراة قدامة الأهلي وبنسويف سنة 1940 وبعد حسين حجازي احترف فؤاد صادق في نادي رايسينج الفرنسي وزميلو عبد الرحيم همام احترف في نادي ست في فرنسا برضو والناديين كانوا من كبار أندية كرة القدم في فرنسا في الوقت ده وبالمناسبة فؤاد صادق اتجاوز بعد كده الأميرة فيقة شقيقة الملك فاروق وكانت من عشاء النادي الأهلي وكانت كمان من كبار عضواته واتبرعت في مطلع الخمسينيات ببناء مسجد النادي الأهلي المسجد اللي عند بوابة مستشفى المعلمين وقبل منسيب سنة 1935 تعالوا نرجع مع بعض لسنة 1923 لما اتحاد الكرة قرر تنظيم دوري عام بين الأندية على مستوى المناطق يعني أندية كل منطقة تلعب دوري خاص بيها وبعدين يتقابل أبطال المناطق لتحديد بطل الدوري العام في آخر كل موسم وكان اسمه بطولة المناطق الدورية لكن ما اكتملتش الفكرة وقتها وتوقفت عند بطل لكل منطقة في سنة 1935 بقى فكر اتحاد الكرة في إعادة الفكرة على أساس ياخد من كل منطقة الفرق الأولى في ترتيب المنطقة ويعمل دوري بين متصدري المناطق ويطلع منه بطل الدوري العام وتقرر إن اللي حيشارك في الدوري العام من دوري القاهرة أول أربع أندية في ترتيب البطولة وكان ترتيب فرق البطولة في دوري القاهرة الأهلي وبعدين السكة الحديد والترسانة والمركز الرابع كان بين فريق البوليس ونادي المختلط ونجح فريق البوليس في حسم المركز الرابع بعد الفوز على فريق المختلط ليفاجأ الجميع بإلغاء الدوري العام ويتحجج اتحاد الكورة ووكيله محمد حيضر به بإن ما فيش وقت هو فعلا ما كانش فيه وقت ولا عشان المختلط ما تأهلش للدوري العام ربنا أعلم بنا وهيها ونرجع للأهلي الأهلي كان دايماً بيكرم أبنائه اللي بيحققوا بطولات ترفع اسم مصر والأهلي لكنه ما اكتفاش بتكريم أبنائه بس لا عارفين ليه لأن المسؤولين في الأهلي عارفين تأثير النادي في المجتمع وقيمة النادي عنده كل الرياضيين عشان كده قرروا تكريم أي رياضي يرفع اسم مصر حتى لو ما كانش من أبناء الأهلي في الوقت ده كان بيشتغل في قنسولية مصر في لندن موظف صغير اسمه عبدالفتاح عمر قبل ما يسافر لإنجلترا كان بيلعب تنس وبولو في نادي الجزيرة وفي إنجلترا اتعلم لسكواش ودخل مسابقتها وبرع فيها وقدر يفوز ببطولة إنجلترا المفتوحة ست سنين متتالية من سنة ألف تسعمية تلاتة وتلاتين لغاية ألف تسعمية تمانية وتلاتين ودي كان بتعتبر أكبر بطول تسكواش في العالم اقترح فؤاد أباظ بيك على اللجنة العليا في عشر يناير ألف تسعمية ستة وتلاتين أن يقوم النادي الأهلي بعمل حفل تكريم للبطل المصري عبدالفتاح عمر ورأى فؤاد أنور بيك تعديل هذا الابتراح بأن تكون هذه الحفلة عامة يشترك فيها الاتحادات والأندية الرياضية وجمهور الشعب المصري بطريق الاكتتاب وأن ما يجمع يشترى به هدية تذكارية تهدى له في حفلة عامة يحدد ميعادها ومكانها فيما بعد وفعلا وفقت اللجنة على أن الحفلة تكون عامة وكلفت جعفر ولي باشا وفؤاد أنور بيك بالمهمة وده كان إيمان من المسؤولين في الأهلي بدور رياضي تخطى أصوار النادي ليشمل كل النوابغ في الرياضة المصرية إنجازات أبطال الأهلي على المستوى الأولمبي ما وقفتش عند زهبيت رفع الأسقال اللي حققها سيد نصير في الدورة الأولمبية بأمستردام سنة 1928 في الدورة الأولمبية ببرلين عام 1936 حقق خضر التوني الميدالية الزهبية لوزن المتوسط في رفع الأسقال وكان إنجاز كبير خضر التوني من موليد حي شبرة في 15 ديسمبر 1916 وبدأ مشواره الرياضي في نادي شبرة عام 1933 وفي نهاية سنة 1934 انضم للأهلي وكان انضمامه للأهلي نقلة كبيرة عشان كان بيدرب رفع الأسقال في الأهلي في الوقت ده البطل الأولمبي سيد نصير وكان أغلب أبطال مصر في الوقت ده من الأهلي وفعلا قدر سنة 1935 تحطيم الرقم العالمي لزمير المصري عنطر عرفة في رفعة النطر ومش بس كده ده قدر يضرب الرقم العالمي للمجموعة يعني إجمالي رفعات النطر والخطف واللي كان حققه الألماني أزمير في الدورة الأولمبية سنة 1932 وفي الدورة الأولمبية ببرلين قدر خدر التوني انه يحقق الميدالية الزهبية عشان تكون رابع ميدالية زهبية أولمبية في تاريخ مصر بعد زهبية سيد نصير في رفع الأسقال وزهبية إبراهيم مصطفى في المصرعة بدورة أمستردام الأولمبية سنة 1928 وكمان زهبية أنور مصباح في نفس لعبة رفع الأسقال وزن الخفيف اللي حققها قبل زهبية خدر التوني بيومين يعني في الوقت ده كان أبناء الأهلي محققين 50% من الميداليات الزهبية اللي حققتها مصر في الدورات الأولمبية كلها خدر التوني استمر في إنجازاته العالمية وفاز ببطولة العالم لسنوات عديدة آخرها 1949 و 1950 لكن نفس السنة اللي هي سنة 1936 شهدت حدث مهم جدا عانى الأهلي من أثاره لمدة تقترب من 20 سنة في الوقت ده حصل محمد طاهر باشا على تصريح من الملك فاروق بإنشاء نادي للفروسية بمنطقة الجزيرة جنب النادي الأهلي محمد طاهر باشا ابن الأميرة أمينة بنت الخدو اسماعيل يعني خاله الملك فؤاد الأول وابن خاله الملك فاروق محمد طاهر باشا شاف إن قطعة الأرض اللي حصل عليها لإنشاء نادي الفروسية كانت صغيرة فبدأ ضغوط على النادي الأهلي عشان ياخد قطعة أرض من النادي يضيفها لنادي الفروسية في الوقت ده كان من العادي إن النادي يأجر أي ملعب من ملعبه لفترات طويلة لأي جهة وده كان جزء من إرادات النادي وبعد جلسات وضغوط عنيفة تم الاتفاق على تأجير جزء من النادي لنادي الفروسية وزي ما جيه في اجتماع اللجنة العليا يوم 3 فبراير سنة 1936 عرض الخطاب الوارد من محمد طاهر باشا أثناء اجتماع اللجنة العليا في 3 فبراير 36 المبين صورته في مياله حضرة صاحب العزة سكرتير النادي الأهلي للرياضة البدنية بعد التحية تأييداً لاتفاقنا السفوي أرجو أن تكتبوا لنا بقبولكم اعطاءنا جزءاً من أرض النادي بالجهة الغربية المحددة غرباً بشارع الجبلاية وجنوباً بشارع المعرض الزراعي وشمالاً بالحد الطبيعي للنادي الأهلي بينه وبين نادي الجزيرة ومستشفى الأنجلو أمريكاً وشرقاً بخط متصل من الجهة الشمالية بنقطة على بعد 95 متراً من حد النادي بشارع الجبلاية ومن الجهة الجنوبية بنقطة على بعد 70 متر من حد النادي بشارع الجبلاية مضافاً إلى ذلك المثلث الذي سيخرج بعد تحويل أرض ملعب الكرة والتنسيات وذلك بأجرة سنوية قدرها 75 جنياً وإننا مستعدون لدفع نفقات تعديل أرض التنس ونرجو أن تكتبوا لنا بقبولكم لهذا الاتفاق مع سرطين من خريطة مبينة لقطعة الأرض للتوقيع عليها من الطرفين وتفضلوا عزتكم بقبول فائق الاحترام الرئيس امضاء محمد طهر اللجنة العليا للأهلي نقش الطلب نادي الفروسية وصدر في نفس الجلسة قرار اللجنة العليا وجه فيه وافقت اللجنة على العرض الوارد من سعادة محمد طهر باشا بتأجير الملعب رقم 3 إلى نادي الفروسية لمدة سنتين نظير دفع مبلغ 75 جنياً مصرياً سنوياً على أن يتعهد نادي الفروسية بدفع مصاريف تعديل أرض الكرة وحطت اللجنة شروط في التعاقد تحفظ حقوق النادي ودي قطعة الأرض اللي قدامكم على الشاشة الملعب رقم 3 على الشمال في المنطقة أقل النهاردة بتضم ملعب التنس والمبنى الاجتماعي وبوابة البحر وزي ما قلنا تأجير جزء من أرض النادي الأهلي لنادي الفروسية كان بضغط شديد على الأهلي عانى من أثاره بعد كده المدة طويلة وكان جزء من مسلسل ضغط مستمر لنزع أرض النادي الأهلي زي ما حنعرف في حلقات جاية إن شاء الله ونتنقل لمطلع عام 1938 وفي اجتماع اللجنة العليا في 2 يناير 1938 تمت مناقشة اعتذار بعض اللاعب الأهلي عن اللعب ضمن منتخب القاهرة ومنتخب القاهرة كان مقرر يلعب مع فريق بيرست فيينا النمساوي مباراود دي وبعد لعبة الأهلي اعتذروا اللجنة العليا طلبت أسماء اللاعبين الذين انتخبوا لتمثيل القاهرة يعني تم اختيارهم لتمثيل القاهرة ضد فريق بيرست فيينا النمساوي مع ذكر أسباب اعتذارهم وماذا تم في أمرهم فتقرر إحالة النظر إلى اللجنة التنفيذية لبحثه وتبليغ رأيها إلى اللجنة العليا اللجنة التنفيذية ما اجتمعتش في معدها المحدد لعدم اجتمال النصاب القانوني وسكرتير النادي طلب من اللجنة العليا اتخاذ قرار في الموضوع وفي اجتماع اللجنة العليا يوم 17 يناير 1938 جاء في محضر الجلسة وبعد أنثرت حضرة سكرتير النادي الأسباب التي حدد بتخلف اللاعبين عن مباراة منتخب القاهرة ضد فريق فريست فيينا النمساوي في كرة القدم وهم اللاعبون حسين حمدي وحسين مذكور ومصطفى لطيف وصالح الصواف وبعد أن تنقشت اللجنة قررت أنها لا توافق على التصرف الصادر من اللاعبين السابق ذكرهم وترى أن تلف تنظرهم حتى لا يعودوا إلى مثل هذا العمل وإن كان لهم شكوى يجب أن يقدموها للنادي في الوقت ده كان منتخب القاهرة بيتم تكوينه دايما بصورة رسمية عشان يلعب بطولة كاس الملك فؤاد للمناطق وكمان عشان يمثل المنطقة في أي مباراة مع الفرق الأجنبية يعني يعتبر تمثيل منتخب القاهرة واجب وطني ما هو لو إدارة الأهل تنشت اعتذار اللاعبين عن تمثيل منتخب القاهرة هتبقى ظاهرة الظاهرة بقى يتبعها اعتذار عن تمثيل منتخب مصر نفسه عشان كده إدارة الأهل اتعاملت مع اعتذار اللاعبين باهتمام شديد وهو ده النادي الأهل يرفض تماما تقاعص لعبي عن تمثيل بلدهم في أي مناسبة وطنية مع أي فريق أجنبي دور بدأ من تأسيس النادي ولزال مستمر حتى الآن السنتين دول سنة 1937 و 1938 شهدوا أكبر عدد من مباريات الأهل والمختلط في تاريخ مواجهتهم يعني نقدر نقول مثلا لعبوا كم ماتش ونتيجهم كانت إيه ده اللي حنعرفه لو أحيانا وأحياكم ربنا في الحلقة القادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر